سيد أورهان مرحبا أنا نبهات أتاكول أعلي نبهات خانو؟ سيد أورهان أنا هلأ بدي أقول لك شي بس لو سمحت لا تقلق أبدا شي نقول صار معها حادث صغير وهي وقعت عن الدرج شو؟ وكيف هلأ؟ نأتوها على المشفى يا خانو؟ ما بيتني استغني عني لا لا سيد أورهان لا تقلق ما في داعي للمشفى رجلة وجعتها شوي وحطيناها على المشفى بس ما رح تقدر تدعس عليها لبعد كم يوم طيب ماشي شكرا لك يا خانو أنا جاي فورا تمام؟ عزبناك كمعنا شكرا ها تمام نحن عم نستنىك سيد أورهان مع السلامة الحمد والسكر لك يا ربي ألف الحمد الله لك يا ربي شي نقول مو بس يجي تنسي حالك وتنطي من الفرح أنت وقعت عن الدرج ورجلك عم توجعك تمام؟ لا تنسي اي اي والله معك حقنا بهات خانو خليني اتمرن شوي اه خامتو جعني اه خامتو جعني كتير يعني بهات خانو مو معاول أنا مطوي ولا يهمك عفواً ممكن أخذوا اللي حساب لو سمحتي؟ ايه طبعاً ايه؟ وين دروك رح يجي ما هيك؟ قلتلك رح يوصل طلبية هلأ بيجي شو بدك بدروك؟ هاي فرصة ما رح تجي مرة تانية إني شوفوا عم يمسح الأرض يا آسيا ما عم صدق طيب لكي شو بيعمل كمان؟ بيغسلوا صحون؟ ايه بيغسلوا ما عم صدق شو هالحب؟ دروك أتاكول عم يجلي لصحون وعم يطلع بالباص كمان بسكر معا للبنت اللي بيحبها والله شكله هلولد بيحبك كتير يا آسيا أنا بأخذه وانتي رتبي المكان تمام شكراً حبيبتي عم قللك رح تكون مجموعة صغيرة كتير طيب ادرسي للامتحان وبعدين تعي هننا ثلاث ساعات عم قللك رح يعطوكي ألف ليرة رح تشتغلي كارسون خلص خبريني شو بيصير معيك؟ عفوان عفوان أنا سمعت حديثك من دون قصة لاتوا أخذيني بس بيتفعوا ألف ليرة باليوم ليلة بيشتغل كارسون؟ آه في عيد ميلاد له شخص أنا طالبة جامعة وبشتغل هيك شغلات أنت بدك تشتغلي؟ حتى قولي لرفيقتك كمان إذا بده هاي بنت عمي يعني هو صعب علينا شوي نشتغل بالليل بس آسيا؟ البنت عم تعرض علينا شغل تخديم على عيد ميلاد وقالف ليرة باليوم آسيا مو هيك؟ إيه أنت بتعرفيها؟ لا ما بعرفها ما بعرف إيه بك صعب شوي لأنه بالليل مندبرها آسيا؟ طيب أنت عطيني رقم بسيطة